أهلاً وسهلاً بحضراتكم معكم مستر بيتر ذكرياً والنهاردة هنشرح لسن 16 من كورس الماس لجريد 2 ولو دي أول مرة تشوفنا فيها فما تنساش تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناة وتفعل الجرس والنهاردة هنستخدم استراتيجيات الرياضيات الزهنية لحل المسائل اللفظية واتفقت أنا ومستر جون لأننا هنجيب مسألة على كل استراتيجية وفي البداية خلونا نراجع مع مستر جون على أهم الاستراتيجيات اللي درسناها الحد دلوقتي يلا بينا سانكيو مستر جون وأكيد دلوقتي أنت فهمت أن كل الاستراتيجيات دي خاصة بعملات السابتراكشن وأن المسائل اللي هتكون معنا النهاردة هي خاصة بعملات السابتراكشن وتعالي نشوف مع بعض أول مسألة مع مستر جون بتتكلم عنه يلا بينا الكلام ده معناه أن في سيرتين طفل في البس وفايف منهم يعني أولاد يعني كان بنت في البس خلي بالك هو كان في كم طفل كان في سيرتين فايف منهم أولاد يبقى في كم جيرلز يبقى هنكتب سيرتين مينس فايف خلي بالك هنا هنعمل إيه؟ هنعمل كاونت فروم فايف تو سيرتين ليه لأن السمولر نمبر هو الفايف يبقى الفايف in my mind افتر فايف سكس سبن ايت ماين تن ليفن تول سيرتين يلا نعمل كاونت وان تو سري فور فايف سكس سبن ايت يبقى هنكتب ايت يبقى كده سيرتين مينس فايف ايكوالز ايت هنشوف مسألة تانية مع مستر جون يلا بينا خلي بالك هي جامعة كام هي جامعة 27 بعد كده بعد كده ادت اختها التان يبقى هي معاها كام اه يبقى لما نيجي الحل هنكتب ايه هنكتب 27 مينس 10 يلا بينا ادي 27 مينس 10 دي كنا بنحلها ازاي كنا بنبص على النمبر هنا 27 فينا الونس 7 وقلنا ان الونس بينزل زي ما هو يبقى 7 تنزل بعد كده التنس التنس في كام في 2 قلنا لما يكون مينس يبقى دي هتقل بمجدار 1 يبقى 2 هتبقى 1 يبقى 27 مينس 10 مينس 17 تعالي نشوف مسألة تانية مع مستر جون يلا بينا هنا علي معي كان معي 15 يبقى خلي بالك هو كان معي كان بوكس كان معي 15 وإدى الأخته أعطى الأخته كام أعطوها 8 يبقى معنا كده أن البوكس اللي معاها قلت ولا زالت لا قلت يبقى هنعمل مينس يبقى 15 مينس 8 يبقى تعالي نكتب الكلام ده آدي هنا 15 مينس 8 هنا هستخدم make a 10 to subtract يبقى 15 دي أغب منها كام عشان تكون 10 هأغب منها 5 يبقى 15 هشيل منها 5 يبقى الإيه دي هكسمها الحاجتين حاجة فيها 5 وحاجة فيها برافو حاجة فيها 3 يبقى الإيه دي هكسمها الحاجتين حاجة فيها 5 وحاجة فيها 3 ليه 5 عشان 15 مينس 5 إيكوالز 10 طيب وال3 دي تنزل هنا يبقى مينس 3 إيكوالز كام إيكوالز 7 يبقى هكتب هنا 7 معنى الكلام ده إن 15 مينس 8 إيكوالز 7 وبكده نكون حالينا كل الأسئلة والأفكار بتاع الدرس النهار ما تنساش تروح تحل الأسئلة الموجودة في كتاب math for you now 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 ودلوقتي يجي مع عادل homework والhomework بتاعنا موجود في كتاب math for you بتفتح الكتاب على درس النهاردة وبتبدأ تحلف الأسئلة وبعد ما تخلص حل بتأكد إذا كان حلك صحة ولا غلط من خلال الفيديو اللي موجود فتأكد من حلك بتشوف الفيديو وبتكرن حلك بالحل اللي موجود في الفيديو ولو كان عندك أي غلط فأنا بكون هناك وبساعدك خطوة لحد ما نوصل للحل الصح وبكده نكون خلصنا شارح لارس النهاردة جود باي